اهلا بكم مع اول يوم لسكوت الامطار في الاسكندرية وكانت امطار ليلية مع برق ورعت صحيت من النوم عشان اصورها ولانها امطار خير فاوحى تليها بفكرة الفيديو ليه النباتات بتبان اكثر خضرة ومتقلقة ومنتعشة بعد نزول المطار مؤكد كلنا شفنا الحالة دي على نباتاتنا ومؤكد كلنا بنتصور ان السبب هو التنظيف والجسيد اللي عملته مية الامطار للنباتات فبتبان نظيفة متقلقة منتعشة واكثر خضرة وده صحيح لكن مش ده هو السبب الوحيد لان عملية نزول الامطار لها تأثيرات ايجابية كتيرة ومدهشة بجانب انها بتروي النباتات لكن العملية الديناميكية لهطول المطر واحدة من العمليات الحيوية اللي بتحصل بشكل دوري في الطبيعة ولها تأثير كبير لكل مظاهر الحياة من نبات وحيوان وبشر وموضوعنا النهاردة هنتناول فيه ببساطة ابرز منافع مية الامطار وتأثيرها الايجابي على التربة والنباتات والاشجار وهنعرف في الفيديو خمس فوايد لسكوت مية الامطار منتابع بعض الفاصل اول فايدة ان مية الامطار بتحتوي على النيتروجين المغزي لأوراق النباتات معروف ان الغلاف الجوي بيحتوي على نسبة عالية من النيتروجين بتوصل لحوالي 78% ووقت نزول المطر بتتشبع قطارات المية اللي نزله بنسبة من النيتروجين الموجود في الولاف الجوي وبتقوم قطارات البطر بنقله مباشرة لأوراق النباتات اللي بتستجيب للتسميد الورقي الرباني بشكل ايجابي وسريع وده اللي بنلاحظه فوراً على أوراق النباتات علاوة على كده معظم كمية المية الممزوجة بالنيتروجين بتتجمع في النهاية جوة التربة وبتروي جزور الشجر والنباتات وبتاعة التربة دفع التسميد طبيعي برضو مية الأمطار بتميل نحو الحمضية يعني ايه؟ نفس الكلام اللي ذكرناه عن النيتروجين ممكن نقوله برضو بشكل مشابه على ثاني أكسيد الكربون الموجود بالهواء وإذا كان النيتروجين بيفيد أوراق النباتات بشكل مباشر فثاني أكسيد الكربون بيخلي قطارات المية تميل شوية للحمضية ومع امتزاج المية واختلاطها بالعناصر المعدنية الموجودة في التربة اللي هو ده كله بيساعد في عملية بنقول عليها إطلاق المجزيات الدقيقة من عناصر ما بتكونش ناشطة في التربة القلوية زي الحديد والنحاس والمنجنيز العناصر دي بتكون موجودة في العادة في التربة لكن موجودة بشكل ما بيستفيدش ما بيستفيدش منه النبات النتيجة لأن التربة بتكون بتميل شوية نحو القلوية لأن معظم تربة وطننا العربي بصفة عامة بتميل للقلوية ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن مية المطر بتنقل ساني أكسيد الكربون للتربة وتربة زي ما قلنا ساني أكسيد الكربون بيخل المية اللي نزلة في قطارات المية بتميل شوية نحو الحمضية فده بيعالج نسبيا مشكلة القلوية مية الأمطار بتزيل كتير من أسباب الأمراض لأن لها دور دفاعي ضد كتير من أسباب الأمراض في المحاصيل الزراعية في الصيف أو الشت وده لأنها بتكسل الفطريات والبكتيريا والجراصيم وبتقدم فايدة حقيقية لكل المحاصيل على اختلاف أنواع ومثال عندنا محصول زي الأمح الأمطار بتكسلهم المرض صدق الأمح ومن أنواع كتيرة من الجراصيم وكمان بترفع من كفاءة عملية التمثيل الضوي وفاكهة كلنا بتحبها زي المنجة بتلاقي إن مية المطر بتحميها من الإصابة بمرض العفن الهبابي وبتحسن من موسم النمو والإزهار وبترفع من نسب عقد السمار مياه الأمطار برضو بتكسل التربة من الأملاح لأن إحنا دايما بننصح مع استخدامنا للتربة الرملية بننصح بالجسيل الرمل أكتر من مرة عشان نتخلص من الأملاح ومن كل موجود في الرمل من أي أسباب بتضر بالتربة وده قبل ما نستخدمه عشان نتخلص من ده كل الأملاح دي بتكون موجودة في كل أنواع الأراضي لكن بنسب متفوتة وأحيانا بتكون موجودة بنسب مرتفعة وده بتسبب أضرار ومشاكل للنباتات ممكن توصل لمنع نموها أصلا من الأساس ما تنموش نزول مية الأمطار بتكسل وتنظف التربة وبتزيح الأملاح بعيد عن الجزور وده كله بيساهم في توفير ظروف أفضل لنمو الأشجار والنباتات خامس حاجة والأخيرة مية الأمطار بترفع من كفاءة عملية البناء الضوئي زي ما قلنا شكل النباتات المتقلق والمنتعش ده بعد نزول المطر مش بس عملية تنظيف وقلنا إنها عملية إمداد بدفعة سماد صغيرة مع توفير الظروف المناسبة لإطلاق المغزيات اللي قلنا عليها في الترب وكمان جسيلها بيقلل بنسبة تركيز الأملاح منضيف ده كله إن مية الأمطار بترفع من كفاءة عملية البناء الضوئي اللي فيها النباتات بتحول المية وساني أكسيد الكربون لكربوهايدرات وغزاء وسبحان الله هل بعد ده كله ممكن نخاف على نباتاتنا من الأمطار مؤكد كلنا بنخاف على نباتاتنا ودي حاجة مقدرة من حضراتكم لكن أكيد بعد ما شفت الفيديو ده مش هتخاف على نباتاتك من الأمطار بعد معرفة خمسة من أهم الفوائد والتأثيرات الإيجابية لمية الأمطار على النباتات اتناولناها في ببساطة مع أبرز منافع مية الأمطار بالنسبة للتربة والنباتات والأشجار إذا عجبكم الفيديو نستنين دعمكم بلايك واشتراك في القناة شكرا لدعمكم المتواصل دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته